علشان كده فيه برضو الحقيقة فيديو جميل جدا وبيحمل رسالة مهمة انه ممكن يكون الظرف اللي بتمر بيه ظرف صعب لما بتكلم مثلا على كبار السن او اصحاب الاحتياجات الخاصة او اللي عندهم مثلا يعني ربنا يعافي كل مرض ما لكن تلاقيه برضو لا دي بلدي وانا لازم اكون موجود ولازم ادي بصوتي ما ينفعش انه تحت اي ظرف افوت هذه الفرصة فيديو انتشر بشكل كبير للنجم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي يعني ربنا يعافي وشفي يا رب اللي كان حريص انه هو ينزل ويشارك فيه الانتخابات على رغم من الظرف الصحي اللي بيمر بيه وساعتها بقى الناس حست وقدرت واللي كانوا موجودين في محيط اللجنة مش قادر اقول لكم هنسمع وهنشوف دلوقتي مش عارفة الصوت موجود ولا لأ بس يعني احتفوا بيه بشكل كبير شدوا على ايده انه اولا طبعا الدعا الحلو والكلمة الطيبة وانه احنا دايما المصريين عند اي ظرف انساني اي حاجة صعبة بنلاقينا مع بعض كتف بكتف فكان مشهد حلو حقيقة للنجم مؤمن زكريا وهو وسط محبي مش بقى اهلوية ولا زمالكوية لكن كمصريين كلنا مع بعض وايد واحدة فبالتالي ما فيش اي تفريقة وانه كان حريص على الرغم من الظرف الصحي طبعا ربنا يعافي يا رب الا انه كان موجود وكان المشهد اللي تبعا